في البراند بتاع حضرتك بتقدم كذا ستايل الهوت كوتور والبرايدل والريدي تو وير عملت ازاي التنوع هذا؟ شوفي دايما فيه كمصممين فيه ناس بتمشي بخطوط معينة او بياخدوا بصمة معينة اوقات بحس حالي ما قادر انصاع بهاي القصة بلاين واحد بحس دايما عندي عطش او اه عندي شي بهيدا الموجود بالبريتا بورتي او شي تاني بروح ل للبرايدل وشي للقوت كوتوري هلا عندي كمان اشتص للكاجوت فدايما فيه اشيه عملت رجالي قبل عملت مسرح دايما بتحسي كفيما بتهيالي هو ده الفن بكزاكي دايلا عندك هاكي عطش تعملي شي تسبتي نوع من البرهان انك انت قادرة تعملي انتاج وفن بهاي العالم المعين عرفت كيف؟ فانا الكوتوري بحبه كتير يعني ملك الصهراء ملك الكوتور يعني او القوت كوتور البرايدل هلا عم جاهز اول كليكشن بمصر يعني انا قبل كنت شغلة كتير بس بمصر اول مرة اول كليكشن حاصري النهاردة معي انشاء الله على اخر الشهر هتكون كونسبت جديد من 18 فستان حضريتك عامل دافيلة اخر الشهر عامل دافيلة انشاء الله بالتوفيق فالكونسبت جديد هو مشوار العروس من الفاتحة للفرح بلبسها طب ده كنوع من التشالنج ولا كنوع من التنوع؟ هو اتنين هو اتنين لانه انا بالنسبة اللي قالي وصلت لاقتناع انه كمان الستة المصرية مش سهلة لازم تقنعيها لازم لازم تعشق لانه مجاربة وشايفة وبتحب وعندها شغف للبس بتحب بتحب تنوع بتحب تشتري الموضوع اللبس بالنسبة لاله مانه شي ثانوي لا هو مهم كيف بتطلع كيف بتبين فانك تكون بهيدا المستوى اللي تقدري اقنعيها لازم تكون دايما عندك تجدد ولازم عندك دايما تنوع وتقدمي في شي جديد مبتكر بنفس الوقت مانه غريب مانه برا المجتمع مانه برا بالزطف فعندك دايما هيدا التشالنج لتقدمي شي جديد وبنفس الوقت ما يكون كتير بعيد عن الواقع اللي هي عايشة فيه فقررت على هاي الفكرة لانه حسات التكوس والمناسبات كتير كتير يعني بالليلة والسحرة في يومها في يوم المرأة من الفاتحة للخطوبة للامباركة لمن بعد ده حليقي فعلا ولزم برضو اوقات بيبقى نفس الشخصية بس انت شايفها في حاجات متنوعة وهي وانت تخيل لفكرة لما قال العروس تشوف مشوار فرحها من البداية من خلال تياب صح فالموضوع الخيال بالنسبة لها اكزاكلي لانه خصوصا بفستان العرس هو صورة ترتبط في الطفولة البنت اول ما بيصير عندها الادونيسانس او الوعي تتخيل نفسها لساندريلا او العروس او الفاري تيل فلما تكون فبتدخل في مود معين كبانونتا حاج بتساعدها اكثر فلما اكون انا كديزاين شريك فيها الرحلة اني ارجيها صور يطلقوا بس هيك شوية خيالات حلوة برأيي مفروضة تكون ان شاء الله كولكشن حلوة اشتركوا في القناة